رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض وفي بداية الجلسة أعرب مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي وافق بعد غد الخميس الثاني والعشرين من فبراير عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو ثلاثة قرون وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار واستمرارها في البناء والتنمية وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صمودا ومجدا واطلع المجلس إثر ذلك على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما ما يتصل بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية أواصر التعاون والصداقة في شتى الميادين منوها في هذا السياق بنتائج استقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دولة رئيس وزراء مملكة هولندا خلال زيارته الرسمية للمملكة وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تابع المسجدات الإقليمية والدولية مجددا ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن 2024 من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان وأكد المجلس أن فوز المملكة باستضافة الدورة الحادية عشر للمنتدى العالمي للمياه 2027 يأتي ترسيخا لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وشاد مجلس الوزراء بما شهده المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي عقد بالرياض من إطلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم للإسهام في تعزيز الاسدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية إلى مستويات أعلى في إطار ما تسهدف المملكة بتصنيف ما لا يقل عن عشر من مدنها ضمن أفضل خمسين مدينة في العالم وعد المجلس انضمام ثلاث مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وتحقيق المملكة لأعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالميا وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنعكاسا لما تليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لقطاعاتها كافة لتكون هذه البلاد نموذجا رائدا على جميع الأصعدة وطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما طلع المجلس على من تهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي